ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم ما بدأين كده كم واحد فينا عنده المشكلة في البيت؟ مج مكسور؟ أو حصل فيه أي مشكلة؟ ما بيناش عارفين أننا نستخدمه كمج وفي نفس الوقت برضه للأسف مش عارفين نرميه ومش عارفين نتخلص منه لأنه جاي لنا هدية من حد عزيز فلا احنا عايزين المج تفتكروا كده ايه افكار ممكن نعملها في المج ده عشان نحتفظ به ونستخدمه ويفضل دائما قصاد عينينا كده اي حد عنده فكرة سريعة كده اقولها؟ فاضل نعيد تغليفه حلو ممتاز في حد عنده افكار تاني؟ ها؟ تحطوا فين؟ في النيش ده على فكرة مهمة جدا ها؟ مايش تغضلي؟ استعملوا حاجة تانية؟ نزل عفيد نزل عفيد فكرة حلوة اقلام انا بحب الفكرة دي جدا وهي فعليا هي الفكرة بتاعتنا ان احنا نستخدمها فعلا مقلمة المقلمة مزيتها انها تفضل دائما قدامنا على المكتب مش كده؟ هنفضل دائما شايفينها وهنفضل دائما فاكرين الحد العزيز اللي هو جابه لنا وهنبقى استخدمناها وقعيا على الاقل خالص احنا عندنا 30% من الحاجات اللي في بيوتنا ده على الاقل حاجات محطوطة على الرفوف او جوه الدواليب ومش بتعمل اي حاجة خالص غير ان هي بتلم تراب لا نفعل بها حاجة تخيلوا كده معي في دماغكم هنجيب ترابيزة نحط عليها شوية ادوات موجودة عندنا في كل البيوت مقص مفك كتر شكوش اي حاجة تخيلوا معي كمان شوية خمات كده من اللي موجودة في البيت مش شرط نكون رحنا اشتريناها مخصوص من المكتبة يعني بس تخيلوا مثلا عصاية الاستيك بتاعت الايس كريم تخيلوا مثلا ازازة باية فاضية برطمان السلسة الازاز او حتى البوكس بتاع اخر جاز ما اشتريتوها والبوكس شيك وحلاوة مرضيتوش تبعوه قلتوا لا 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 هنحطوا على جنب وأكيد هيجي لوقت ان احنا نستخدمه فحطوا هذه الحاجات قدامكم على الترابيزة واحكووا لي او فكروا انتو لوحدكم ايه افكار ممكن تعملوها من المكس اللي على الترابيزة ديت لحاجات تقدروا تستخدموها كل يوم هتلاقوا افكار كتيرة جدا 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 فممكن بعلم ان اتروحوا وتنفزوا افكار دي باختصار هو ده اللي انا جاي احكيه النهاردة هي دي قصة حياتي اللي ابتدت مع والدي اللي مقدرش ابدا انسى ان انا اتكلم عنه في كل سبيتش اقدر اتكلم فيها والدي اصلا شغلنته هو دكتور اكاديمي فشغلانا اكاديمية بحتة لكن هو بيحب الاعمال اليدوية بشكل رهيب عندنا في بيتنا كم فضيع من العدد والادوات والدي والدتي بصراحة كانوا حرصين جدا ان هم يزرعوا جوايا بذرة الاعمال اليدوية كانوا مهتمين قوي ان هم يدوني بفرصة ان اجرب بما بواست حاجات في البيت وان اصنع كل شيء اعتمد على نفسي احاول اصلح حاجة بوزط ويمكن هذا هو بداية الطريق الذي خلاني اقف هنا قدامكم اتكلم عن الفكرة دي فكرة الدي اي واي اصنعها بنفسك او حتى ممكن تجرب ممكن تحاول تتعلم المهم ان انت يبقى عندك امكانية ان انت تعمل حاجة بنفسك الدي اي واي دي فكرة تمام بتبقى موجودة عند ناس والناس دي هتلاقيها دايما شغوفة وبتحب ان هي تعرف حاجة صغيرة عن كل حاجة حواليها هتلاقيها دايما بتحشر نفسها كده في ان هي تصنع كل حاجة بقديها في حاجة بوزط تلاقي راح يصلح حنافية البيت مثلا بوزط هتلاقي راح جاب كده اي حاجة فكها ويغير لها الجلد بتاعتها في البيت او حاجة زي كده مين فيكو بيحب يشترك كده ويصلح حاجات في البيت تمام ايه ده فيه كمية كبيرة كويسة كويس 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 جده الباب مثلا بوزط باب بيعمال بيزيق القفل مش عايز يفتح هتلاقي راح جابي من فاجكها وجبت نقطتين زيت كده تحاول تشتغل فالفكرة هنا ان الحاجة اللي هتبوز قدامك او الحاجة اللي انت هتحتاجها في البيت هتعملها حتى لو بعد زن سنين كتير كده بس هي هتتعامل في الاخر وعشان اكون صريح معكم شوية هي ممكن تبوزي لكن ليس مشكلة ممكن تسألوا امراتي هي عندها تجارب كثيرة معي وشكرا جزيلا على دعمك ليا في الاخر ان هي ايه انا من جواي عندي احساس حلوة قوي ان انا بعرف اعمل حاجة ان انا بعرف اصنع حاجة بعرف انقذ الموقف يعني اتصرف فمش هقف فتحسوا ان فيه ايه بصفات كثيرة ممكن تكون حلوة موجودة في بني ادم اللي هو بيحب يعمل حاجة بنفسه ستجدوا دائما حريص على الموارد يتضايق جدا لما يجد خامة معينة او مادة معينة مهدرة حرفية مثلا نور المتساب مفتوح في البيت ستجدوا دائما مهتم وعنده افكار ايجابية كثير عن كيف نحافظ على البيئة افكار ايجابية عن كيف نطور المجتمع من حوالينا ستجدوا هي صفات كثيرة لحد حلو وبالمناسبة يعني هم شرط يكون مهندس يعني عادي جدا ان اي حد فينا ممكن يكون عنده الصفات اما بدأت ادور على شوية معلومات احصائية وانا بجهز للتوك ديت لقيت ان احنا في عندنا جيل الثمانينات والتسعينات اللي انا منهم هتلاقوا فيه ستين في المية ممكن منهم ودي نسبة برضو انا شفتها دلوقتي لما رفعت ايديكم ان الناس تحب تصلح حاجة في البيت ستين في المية من الجيل الثمانينات والتسعينات بيحبوا فعلا يعملوا حاجة باديهم لو تفتكروا معي كده من ايام 2020 ايام الكوفيد اللي احنا كلنا لسه عايشين في اثارها لغاية دلوقتي ناس كتير مننا قاعدت في بيوتها بطالة جزء من شغلها لقيت نفسها قاعدة فاضية لفترة كبيرة خلال اليوم فبتدت تدور على حاجة جديدة تتعلمها تدور على حرفة تتعلمها تشغل بها وقتها وتنتج احنا عايزين ننتج فظهرت كمان معها مؤسسات بتساعد الناس انها تتعلم حرفة يدوية مدرسة بيت جميل من المؤسسات الجميلة اللي بتدي منحة مثلا لمدة سنتين عشان تعلمك حرفة يدوية مختلفة ورشة القاهرة مكان متميز جدا ان هو بيدي كورسات في الحرف المختلفة في مجال النجارة واستخدامات الخشب فاصبح ان في عندنا اماكن بتتعلم الناس الناس دي لما بتتتعلم حرفة يدوية اصبح عندنا فيه كونسبت كده موجود في بيوتنا ان احنا بنخصص مكان او نعمل حاجة اسمها الهوموركشوب ان انا بعمل ورشة صغيرة بحطها في الجراج بقى بحطها في البلكونة اي كورنر في البيت فاضي المهم ان انا عندي مكان خاص بي بعرف اشتغل فيه بأيدي اعمل حاجة المعلومة برضو اللي ظهرت قدامي ان حتى الجيل بتاع سنة الفين الجيل الالفيناتي والشباب الصغير اللي احنا دايما دايما منقول عليهم دول ناس حاصرين نفسهم في شاشة الموبايل ما بيعملوش اي حاجة بأديهم وهكذا ابتدائنا نلاقي محتوى جميل جدا متخصص ومتوجه على القنوات بتاعت السوشي الميديا تيك توك يوتيوب الفيسبوك وهكذا كل المحتوى ده بيتكلم عن ازاي تعمل حاجة عاصم كمال نموذج جميل جدا لحد بيصنع منتجات مختلفة وبيعمل فيديوهات حلوة جدا ان هو يقول للناس ازاي عملت المنتج ده قنات مع بعضينا ازاي تعمل منتج خشبي ازاي تعمل حاجات بسيطة زيها قنوات كتيرة جدا مختلفة بتقدم المحتوى ده ابتدى كمان برضو يظهر قدامنا ان فيه مؤسسات تعليمية كتير جدا يتدور على حد يقول محتوى فني يعلمه للاطفال علشان يبقى الاطفال عندهم الوازع ده جواهم ان هم يتعلموا يعملوا حاجات بأيديهم فكل ده موجه للجيل الصغير ابتدى برضو يظهر على الفيسبوك مثلا جروبات متخصصة في كل حرفة فيه جروب كلام مجارين مثلا انا عضو فيه من زمان وبحبه جدا الجروب ده الجروبات ده عمتا مخصصة ان الناس اصحاب حرفة معينة يتجمعوا فيها يعرضوا شغلهم يبعثوا يسألوا يستفسروا يا جماعة اجيب الخامف و انا يدين منين ايه رأيكم في الشغلانة ديت عملتها وهكذا لقىنا برضو بدأ يظهر نوع جديد كده من الاصدقاء اسمهم كده ايه اسمهم شلة الورشة رايح فين يا احمد رايح اقابل صحاب الورشة جاي منين يا احمد كنت مع صحابي في الورشة فدول نوع من الصداقة بدأت تظهر هدفها الاساس ان هم ناس تجمعوا بس عشان هما بيحبوا حرفة معينة عشان يدعموا بعض وده فعلاً حاجة مهمة قوي قوي في حياة كل حد يحب يعمل حاجة بايده انه يجد ناس تدعمه ويتشاركوا نفس الاهتمامات احنا هنا اصلاً نتكلم فكرة الورشة كلها عن الرياضة والاستعمال سمعنا بيزنس وسمعنا بيزنس وسمعنا بيزنس وسمعنا بيزنس حاجات كثيرة كده كلها بتصبع على احنا كيف نعمل شركة وننتج منتج بيزنس او منتج مستدام هذا تقريباً نفس الكلام اللي احنا قلناه في اول التوقت عندما نعمل بيزنس نحافظ على البيئة مش كده ولا ايه ولما كمان بننتج منتج منتج ونستخدم فيه خامات طبيعية احنا بنحافظ على صحتنا ولما كمان بنشتغل بأدينا فننتج فبالتالي هنقدر نعمل شركة هنقدر نأسس مشروع لان احنا بقى عندنا منتج نعرف نبيعه للناس والمشروع ده هيبقى بسهولة جداً نقدر نحوله انه يتماشى مع الجريم فيوري بقى بكل التفاصيل بتاعتها في نفس الوقت برضه هنقدر ان احنا نعمل بيئة عمل للناس اللي شغالة معنا تكون مناسبة فهتبقى مهم جداً ان احنا احنا شتغلنا بأدينا فعرفين الحاجة الفلانية دي تتعامل ازاي بشكل حلو وازاي نشتغل في بيئة صحية فبالتالي هنوفرها للناس اللي هي بتشتغل معنا وفي نفس الوقت لما ننتج منتجات سيبقى عندنا مخلفات سيبقى عندنا افكار نحنا نعرف نستخدم المخلفات ده بتاعتنا او الويست فاننا ننتج منتجات تانية فبالتالي هنقلل نسبة الويست بتاعنا بشكل كبير جداً هل فيه حد قدر يعمل الكلام ده هل فعلا فيه حد قدر يحول الهوايات والشغل اليدوي ده ليه مشروع ويكسب منه اه فيه براند جزورين ده براند قدر انه هو يحول جزوع الشجر الكبيرة لمنتجات تربزات وكراسي لها تصميم حلو جداً جودة ممتازة شركة موز فايبر شركة متميزة قدروا ان هم يستخدموا مخلفات زراعة الموز ويعملوا منها منتجات حلوة جداً للديكور مش عارف صراحة نروح ليه بعيد انا كان لديها تجربة جميلة جداً اسسنا الحمد لله شركة واندربوكس وحاولنا ان احنا نستخدم خمات الخشب المختلفة زي جزوع الشجر وهكذا في ان احنا ننتج منتجات مختلفة صغيرة تقدر تتحط قدامنا على التربيزة ونبقى شايفينها دايماً على طول بننتج بقى حاجات زي الكاندل هولدر زي الكراتة والمقلمة دي كان جزع شجرة بأدوات بسيطة قدرنا ان احنا نحفر فيها في مكان الكروت وهكذا استاند للأكسيسوريز حتى المكراميات عرفنا نعمل بيها بلتكنات عشان يكون صريح معاكم مش بس نستخدم خمات الخشب اللي هي جزوع الشجر اللي مترمية في الشوارع ومتقطعة لا برضو نستخدم خمات مستورادة تمام جديدة يعني ما فيهاش نسبة عالية بس عشان نقدر نطلع بيها منتجات مختلفة ليها جودة كويسة جدا وتساعدنا برضو في استخدامنا اليومي بس بصراحة الحتة دي جرتنا الحتة حلوة قوي انها احنا بدنا نعمل تعاون مشترك مع مكان اسمه سلمة داري ده في واحد سيوة بدنا نتفق معاهم ان احنا قصاد المنتجات الخشب اللي احنا هنقعد ننتجها ونستهلك فيها خشب احنا هنزرع شجر جديد الشجر ده هيساعدنا ان احنا نساعد نزود الخضرة والخضار في واحد سيوة وفي نفس الوقت نقلل او يعني اللي بيسمون نيجتف افكت لفكرة قطيع الشجر اللي تحصل على مستوى العالم كله فشكرا جدا لسلمة داري كل الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه هو ده اللي اللي يدور عليه عايزين نعمل بقى جريم بيزنس وعايزين نعمل انتربلنورشيب وهكذا فانا من هنا اشجعكم كلكم بصراحة ان انتوا اولا نشجع اولادنا كمان ان هم يتعلموا الحرف اليدوية تمام وان احنا نحاول نعلمهم حاجة جديدة وفي نفس الوقت اشجعكم انتوا كل واحد عينه لمعت كده وشارك معايا في التوكل الصغير ديت وفكر في افكار عنده افكار دلوقتي هو ممكن ينفذها انه يتعلم حاجة جديدة لها علاقة بالحرف اليدوية ويدور على هذا وبشجعنا كلنا ان احنا قبل ان ناخد قرار ان احنا نشتري حاجة جديدة ان نفتح دولاب الكركيب فاكرينه هنلاقي اكيد فيه حاجة قديمة موجودة هتعرف تدينا نفس الفايدة اللي احنا عايزينها في الحالة دي هنبقى احنا عملنا ففي الحالة دي هنحافظ على مواردنا وهنبقى ناس منتجة مش مستهلكة بس وفي نفس الوقت هنبقى 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 تدينا ان احنا نمشي على الطريق الاخضر ده اللي احنا عملنا احنا ندور عليه وعملنا نلاقي نحاول نمشي عليه اتمنى ان اكون في التوكل صغيرة ديت قدرت اوصلكم فكرة حلوة متشكر جدا لوقتكم واتمنى دايما اشوفكم بخير شكرا جزيلا ويا رب طريقكم دايما اخضر ان شاء الله بشكر طبعا محطة رامل ديكس محطة رامل على الامنت الجميل ويعني اريد ان استغل فرصة ان اشكر كل من حد يعبر عن دعم القضية الفلسطينية فعلى رأسنا شكرا جزيلا لكم